موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الأفاضل بكل الخير نحييكم ورحبكم في حلقتنا الرابعة من برنامجكم الأسبوعي المحامون اللي يعرفكم في كل مرة على جملة من القوانين اللي تختص بقضية ما أو مجموعة من القضايا المهمة التي تشغل المجتمع من زوايا عديدة يمكنكم مشاهديننا التواصل وياننا خلال البرنامج عبر أرقام الهاتف الظاهرة على الشاشة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ المحامون وفيسبوك دوت كوم الظفرة تي في في حلقتنا اليوم راح نسلط الضوء على موضوع جرائم الشكوى اللي الكثير من الناس يعرفونه كظاهرة مجتمعية لكنهم يجهلون إطاره القانوني قبل ما نخوض في حديثنا أحب أرحب بزملائي في الستوديو الأستاذ محمد الرضا أهلا وسهلا بك أستاذ محمد مساك الله بالخير أبو محمد الله يسلم والأستاذ عايشة طنيدي مرحبا بك أستاذ أهلا مرحبا مساك الله بالنور والأستاذ الدكتور والأستاذ الدكتور علي ياهما رحبا بك مرحبا وسهلا سامح أستاذ محمد قبل ما نبدأ في موضوع البرنامج نحبس إذا تعطينا تعريف بسيط عن موضوع الحلقة يوم ما هو تعريف الشكوى بسم الله الرحمن الرحيم كثير من الناس يقعون في لغة بالذات لما يسمعون شيء يسمى جرائم الشكوى أو نوع من أنواع الجرائم معتمدة على الشكوى الأصل عنه في القانون الجنائي الإماراتي أن الأصل هي سلطة النيابة العامة في أنها هي أدباشر الإجراء ضد أي جريمة تقع على أقليم الدولة ولكن القانون حط استثناء في إطار حصري هذا الاستثناء سماه القانون جرائم الشكوى هذه نوع من أنواع الجرائم لا تستطيع النيابة العامة أنها تباشر الإجراءة وترفع الدعوة إلا بعد أن يقوم المجني عليه أو من يقوم مقامه في أنه يعبر عن إرادته في تحريك الدعوة الجزائية يعني المجني عليه هو المفروض يباشر بها المجني عليه أو من يقوم مقامه يعني فيه نوع من أنواع الجرائم لا تملك النيابة العامة أنها تحرك الدعوة الجزائية إلا بعد أن صاحب الشأن المجني عليه أو من يقوم مقامه يقول أنا أبغي أفتح البلاغ بالمختصر هذا المختصر هذا المختصر وبعدين إن شاء الله بندخل بالتفصيل إن شاء الله شكرا أستاذ محمد على هذا التعريف البسيط والمختصر والذي بعدين إن شاء الله بندخل في التفاصيل إذن مشاهدين الأفاضل جرائم الشكوى قضية مجتمعية وظاهرة سلبية ويمكن الشيء اللي يخليها ذات خصوصية هو حدوثها في إطار اجتماعي ضيق وخاص في نفس الوقت خلونا نشوف هذا التقرير ونكمل حوارنا من بعد إن شاء الله خلوكم في التشريع الإماراتي الجنائي تختص النيابة العامة دون غيرها بتحريك الدعوة الجزائية ورفعها ولا ترفع من غيرها والأصل هي حرية النيابة العامة في ذلك فلها التحريك من عدمه أو برفعها للمحكمة أو حفظها استناداً لمبدأ الملاءمة وليس الالتزام شأنه في ذلك شأن القوانين ذات الأصل اللاتني ولا يوجد ما يسلب النيابة العامة من سلطتها في تحريك الدعوة بيد أن هذه السلطة تريد عليها بعض القيود على سبيل الاستثناء وهي ما تسمى بجرائم الشكوى وهي حالات لا يجوز فيها للنيابة العامة أن تبدأ التحقيق أو تباشره إلا بعد تقديم الشكوى من صاحب الحق في ذلك كأن يعتدي الشاب على أحد والديه أو تقوم سيدة بقذف قريبة لها وشتمها والمقصود بالشكوى هنا هو تعبير المجني عليه أو من يمثله قانوناً للسلطات المختصة في بعض الجرائم عن رغبته في تحريك الدعوة الجزائية ورفعها فما هي الوسائل القانونية التي تعمل على وقف هذه الجرائم ورفع القيود عنها تفويضاً من القانون في حل المشكلات الفردية ذات الخصوصية ردينا لكم مشاهدينا في استوديو المحامون وحلقتنا اليوم عن جرائم الشكوى دكتور وردت بعض المصطلحات في التقرير يعني بنيبدأ وياك لو تعطينا باختصار شو تحريك الدعوة وشو رفع الدعوة شو الفرد بينا نعم مثل ما تفضلت محمد في التقرير اسمعنا عبارات التحريك تحريك الدعوة ورفع الدعوة باختصار تحريك الدعوة يعني قيام النيابة العامة بمباشرة إجراءات التحقيق يعني النيابة العامة تقوم وتحرك يعني القضية عن طريق القيام بإجراء من إجراءات التحقيق أما رفع الدعوة كانت تحريك نعم تحريك الدعوة نعم أما رفع الدعوة يعني إحالة الدعوة بعد التحقيقات إحالة الدعوة إلى المحكمة الجزائية المختصة هذا يعني رفع الدعوة هذا باختصار نعم 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 عندنا مصطلحات ثانية أستاذة عايشة السؤال التي سمحتي عندنا مصطلحات ثانية التي كانت بعد وردت في التقرير شكوى والبلاغ ما الفرق بين الشكوى والبلاغ نعم هناك طبعا مثل ما قال أستاذ محمد في بداية تعريف على الشكوى أنه يصير بعض اللبس عند الأشخاص بشكل عام في المجتمع حتى لما يروح عند محام يريد يرفع بالنيابة عندنا شكوى يقول بلاغ أو شكوى يقول ما الفرق بينهم فطبعا يتساءلون فالبلاغ أي شخص من العامة يقدر إذا علم بوقع جريمة أنه يقوم تحرك هذا البلاغ ليس شرط الشخص نفسه الذي وقع عليه الجرم لكن الشكوى يجب الشخص نفسه الذي المجني عليه أو الذي يمثل قانونيا نذكر على سبيل المثال المحامي مثلا قانونيا يقدر بموجة بالتوكيل أن يحرك الشكوى ضد المتهم في هذا الموضوع هذا من ناحية النوع بلاغ وشكوى أما من ناحية المدة البلاغ ليس له مدة محددة البلاغ مدة محددة يعني مفتوح ممكن نقدم متى متى معلم بالجريمة أما الشكوى فهي مقيدة بمدة معينة بعد هذه المدة لا يستوي أنه يحرك هذه الشكوى أو يحرك إجراءات الشكوى أجو أستاذ محمد يأسر لي أيضا من ضمن الفروقات التي تضعوها بين الشكوى والبلاغ أن في الشكوى التنازل ينتج أثره يعني الشخص الذي اشتكى له سلطة أنه يتنازل عن هذه الشكوى وبالتالي توقف الإجراءات في مواجهة المتهم أو المتهمين حتى لا يوجد حق العام لا لا في الشكوى أما في البلاغ لا يختلف يعني ليس شرط أن التنازل يوقف الدعوة في حق عام في فرق بين هذا حتى في الأهلية في البلاغ ليس شرط الأهلية يعني حتى المجنون شوف لدرجة حتى المجنون يقدر يفتح البلاغ شاف واقعة أدرك هذه الواقعة خطورته بلغ لأن بعض الوقات المجانين يتكلمون وهذا قد يتكلمون عن هذا إلا يكون مجنون دوري ويكون مطبق على طول نعم قد شاف أمر ويقول عن هذا الأمر لا إراديا فالشخص العادي إذا سمع هذا ممكن أنه يتحرك فبالتالي في البلاغ ليس شرط الأهلية أما في الشكوى لا يعني أقل من 15 سنة لا في حالات ماذا وصلتنا أستاذ محمد هني ما هي الجرائم هذه الجرائم الشكوى ما هي الفرق بين وبين البلاغ جئنا إلى صلب الموضوع نعم ندخل شوف هي حالات أورادها القانون في نص المادة عشرة نعم هي هذه الحالات هي فقط تعتبر من جرائم الشكوى لا يجوز أننا نتوسع حصرا فقط يعني حطها على سبيل الحصر أول هذه الجرائم هذه جرائم نسميها السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة هذه الأربع جرائم متحصلة من هالجرائم إخفاء الأشياء المتحصلة من أي جريمة من الجريمة بشكل عام نعم اللي هي نحن قلنا السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة نعم نزين هذه الأربع حالات هذه متى تكون من جرائم الشكوى هاي جرائم عادية ترى نعم لكن متى تكون من جرائم الشكوى كانت ما بين الزوج والزوجة هذه الحالة الأولي وما بين الأصول والفروط يعني الأب يعني الجناء والمجن عليهم نعم الأب الإبن أبن الأبن الجد أب الجد 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 يعني الأصول والفروك نعم هذا الحالة الأولى نعم الحالة الثانية اللي هي عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه طبعا هذا يكون حكم نحط العبارة بين حلالين أنه يجب أن يكون هناك حكم نهائي وبات نحن النهائي وبات كقانوني نعرف المعنى تظن في النهائي والبات إذا توفح للمشاهدين نعم شو حكم نهائي وبات الحكم النهائي هو أنه هذا الحكم أخذ يعني كافة درجات للقانون وأصبح منتهي وبات معناته لا يجوز الطعن عليه وبالتالي هو صالح للتنفيذ نحن دائما عندنا نقول أن هذا الحكم لحجية لما يكون صالح للتنفيذ يعني المحكوم له ينفذ ومن ثم يتجه نعم ومن ثم يتجه للشكوى هذه الجزائية هذه الحالة الثانية أتي الحالة الثالثة التي هي الامتناع عن أداء النفقة شوفها وعنها أجرة الحضانة وأجرة الرضاعة وأجرة المسكن المحكوم بهم يعني هذه الحالة أيضا نفس الشيء لازم يكون أن هذا الأمر محكوم مموجة بحكم مثل ما قلنا نهائي وبات يعني حكم صالح للتنفيذ هناك جزائية هامة في هذا الموضوع الامتناع هذا مش أي وقت أن تذهب تقدر ترفع البلاغ أو الشكوى نعم لأنه فيه قاضي تنفيذ ممكن ينفذ لك ممكن ينفذ الحالة التي يجوز فيها أن هذا الشخص عنده فلوس نعم وممتنع يعني مقتدر لكن ياس يتحايل يأخر يماطل هذا الشخص مقتدر عنده الإمكانية واحد مليونير والحكم الذي عليه شهريا ألفين ثلاثة ألاف درهم ما يضير في أي شيء هذا يعتبر هنا لا متلاعب القانون أأتي إلى الحالة الرابعة هذه هذه يتمس الأمور الخاصة بالشخص نفس اللي هي متعلقة بالسب والقذف يعني أي شخص أنا شخص ما كان واقف في مكان ما سمع أن سين يقذف جيد من الناس يسم شخص آخر هل بإمكاني أن أنا ليس طرف في هذه أقدر أروح أفتح بلاغ لا لازم الشخص اللي ينسب والقذف هو اللي يروح يفتح البلاغ لأنه أنت تعرف أو من يمثله قانونا أو من يمثله قانونا في هذه الجزئية لكن هناك استثناء يعني في حالة القذف أو السب لموظف عام لا يدخل لا يدخل في ديرامش طبعا هذا لهم منصب والمنصب هذا متعلق بالدولة فقط للأشخاص العاديين الموظف العام أبو سلطان إذا شوي بتوابح الموظف العام هو أي موظف أو أي شخص منوت به خدمة عامة أو يعمل في منصب حكوم للتبصيد أي شخص له سلطة فهذا يعتبر موظف عام يؤدي خدمة خاصة بالدولة يعني موظف حكومي مثل ما نقول وأنها مكلف بخدمة عام نعم 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 أستاذ محمد بس بالنسبة لسبب الأشخاص إذا مثلا أنا واقف كمحامي مثلا واقف أمام القاضي والطرف الثاني حاضر بالشخص وسب موكلي نعم يحق لي طبعا 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 خلاص أنا صاحب الشأن إذا بلغت ما عليه بنكمل هذا بس نطلع الفاصل وأرد أكمل وياك هالنقطة أستاذ محمد تعطينا المثال وأرجع للدكتور بعدين نتوقف مشاهدينا عند فاصل ونواصل بعد بقية حديثنا فخلكم ويانا فاصل ونكمل من بعد حياكم الله مشاهدينا مرة ثانية في حلقتنا اليوم اللي نتكلم فيه عن جرائم الشكوى أذكركم أنكم تقدرون تشاركون ويانا عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ المحامون وفيسبوك دوت كوم الظفرة تي في أستاذ محمد قبل الفاصل كنا وياك في التساول هذا إذا أنا مثلا في قضايا شرعية أحوال شخصية مثلا أنا واقف مثل المرأة مثلا مثل الزوجة الزوج قام مثلا وغلط عليها بكلمة ويعني سبها أو قذفها مثلا أو قال عنها أي شيء فهل يحق لي أنا كمحامي أفتح أو أحرك تشوف هذه الوقاع لما تحصل أمام الأفضل أن الأطراف يثبتونها في محظر الجلسة أطلب من القاضي تثبيت هذه الواقعة في محظر الجلسة لماذا؟ لأنها تعتبرها دليل نثبت هذه الواقعة في محظر الجلسة ومن ثم صاحبة الشأن هي تقرر يعني أنت كمحامي لا تستطيع من تلقاء نفسك لازم هي صاحبة الشأن تقرر أبغي أحرك يعني أبغي أفتح الشكوى أو لا أبغي أفتح هي صاحبة الدفاع كثير من الحالات في ناس كثير يتعففون ويترفعون عن هذه المواقع نعم يتعففون عن هذه الأمور ولكن لها الحق دكتور ذكر أستاذ محمد في رده على بعض الأسئلة أن الفروع والأصول شو علة الخصوصية هاي ليش في هالجرائم أو جرائم الشكوى هاي ذكرها أستاذ محمد في خصوصية معينة يعني صح مثل ما تفضلت محمد طبعا هذه الجرائم لها خصوصية معينة لأنه مثل ما تفضل أستاذ محمد نعم أن تكون بين الفروع والأصول يعني تكون عائلية خلنا نقول فبالتالي المشرع أعطاها نوع من أنواع الخصوصية وممكن التنازل فيها بحيث أنه ممكن أنه الحفاظ على الأسرة الحفاظ على الأسرة مثل ما تعرف يعني ممكن الزوج يغلط على زوجته في بعض الأحيان إذا كان طبعا غاضب ولا شيء وممكن العكس كانوا مضايقين وزعلانين وممكن تصير هذه الأشياء ومش إنما تصير نحن عايشين في مجتمع في هذه المشاكل نعم يعني والبشر سبحان الله يعني فيهم الخطأ يمكن يستعي يقدم شكوى أو يتراجع أكيد فبالتالي للحفاظ على المجتمع وتماسكه فالمشرع أعطاه الخصوصية وكذلك أعطاه الخصوصية للقذف والسب يعني حالات إذا نحن نشوف الحالات التي ذكرها أستاذ محمد معظمها تتكلم عن الأشياء العائلية عن الحضانة وعن النفقة وعن السب والقذف وعن السرقة وخيانة الأمانة وحيازة الأشياء المتحصلة من هذه الجرائم فبالتالي هذه كلها تندرج بين الفروع والأصول لشغلاتها فبالتالي الحفاظ على الأسرة هي طبعا هدف ومطمع المشرع الإماراتي وهذه علة الخصوصية شكرا لك دكتور شكرا أستاذ عائسة كيف يقدمون الشكوى كيف يركعون شو آلية تقديم هذه الشكوى يعني يروح للمركز الشرطة وشيسوي نعم الشكوى أول شيء إما تكون كتابية مكتوبة أو تكون شفوية طبعا هو يقصد النيابة العامة أو مراكز الشرطة وفي العادة يكون بداية الأجراء في مراكز الشرطة لأن كل الناس عارفين إذا في أي مشكلة التي توجهون لمراكز الشرطة كلهم طبعا على حسب اختصاصه وموقع المكان الجريمة نفسه أو الشكوى نفسه فممكن تكون للنيابة تقدم أو لمأموري الضبط القضائي ونقصد مأموري الضبط القضائي مراكز الشرطة ومن في حكمها يعني أو أعضاء السلطة القضائية مثلا دوريا في الفريج ويتصل على الشرطة أحيانا تكون في تلبس في الجريمة فإذا كان في تلبس وقعت الجريمة في نفس الوقت وكان الشخص متلبس فيها طبعا أكيد أن ضبط القضاء بينتقلون أو رجال الشرطة بينتقلون لمكان الجريمة فيمكن أن يقدم لهم الموجود الذي كان شاهد الجريمة ممكن يقدم مباشرة دون الحاجة أن يروح لمركز الشرطة ولكن يمكن استدعاء لإستكمال التحقيقات ممكن شفاهة يتصل للشرطة يقول نعم نعم الشفاهة المقصود في أن تتصل لمراكز الشرطة أو حتى يقدم شفاويا ولكن يجب إجراء يتبع بعد أن يبلغ عن الموضوع أكيد يكون إجراء ثانية تابعة لها أن يذهب إلى المركز ويستكمال بعض أمور التحقيقات على أساس أنه ليس فقط تصل وخلص الموضوع نعم ويواصل يعمل أستاذ محمد ما علي سامني السؤال الذي سألت قبل الآن أريد أن أتوسع فيه بالنسبة للمحام إذا شخص قال لي أريد أن تقدم لي شكوى فهل هذا يطلب نوع خاص أو مثلا وكالة خاصة أو يحق للمحام يرفع شكوى لكونه ممثل قانوني للشخص هذا وفقا للقانون الإماراتي المجني عليه أو من يمثله قانونا طبعا التمثيل القانوني ممكن أن يكون الوصي ممثل قانوني ممكن أن يكون القيم ممثل قانوني ممكن أن يكون الوكيل المحامي أيضا يعتبر ممثل قانوني فبالتالي يقدر المحامي أن يفتح الشكوى ويجب أن تكون هناك وكالة خاصة ومن وجهة نظري أن الوكالة الخاصة يجب أن تذكر فيها أيضا الجريمة التي وقعت على أساس أنه لا يكون منعا لللبس أنا أعطيته وكالة خاصة في اتخاذ الإجراء الخاص في هذا الشأن في تحريك الدعوة نعم عبارة تحريك الدعوة نعم أستاذ محمد القيم والوصي والمصطلحات نعم إذا شوية تفصل حتى لو التعريف بصير لكن واضح بالنسبة لشاهدة المشاهدين نعم نزين دعنا هناك حالات مثلا في أمثلة توضيحية هنا الطفل مثلا نعم قاصر هو أقل من 15 سنة هذا الطفل لا يستطيع أن يباشر الإجراء القانوني ما يقدر فبالتالي فيه ولي أمر طبيعي اللي هو الأب نعم الأب يحل محله هو يعتبر يمثله قانونا في مثلا حالات عندنا ناس محجور عليهم يعني لسفة أو للغفلة أو الحالات هذه اللي هي صدر حكم قضائي بالحجر على هذا الشخص لكبره لا يتذكر لا يقدر يتصرف في حجر عليه هذا الشخص الذي حجر عليه طبعا يعين شخص قيم يدير أموال ويكون عليه فبالتالي هو هذا الشخص القيم يقدر أنه يتخذ الإجراء الوصي في حالة التركات مثلا لما في تركة أو في أو في حالة الأبو متوفي مثلا يتيم نعم فشخص الوصي هذا يقيم يعني يكون مكان المجنع عليه في اتخاذ الإجراء نعم نعم نحن مرينا على الشكوى وأعتقد أستاذ عايشة هي اللي قالت أنه من الفروقات اللي بين الشكوى والبلاغ أن الشكوى لها مدة معينة لكن البلاغ مفتوح أو أعتقد أو مدة مفتوحة نعم فالما عن المدد القانونية نعم طبعا هذه المادة المادة عشرة من قانون الإجراءات الجزائية ذكرة المدة المدة القانونية المسموح فيها لتقديم الشكوى اللي هي ثلاث أشهر ثلاث أشهر من تاريخ علم المجني عليه في طبعا تاريخين خلا نقول تاريخ علم المجني عليه وتاريخ وقوع الجريمة ليس من الشرط أن يكون تاريخ العلم هو نفسه تاريخ وقوع الجريمة يعني في بعض الأحيان ممكن الجريمة تقع قبل شهر والمجني عليه اللي هو صاحب الشيء الشخص المضرور خلا نقول أن كثير من الناس لا يعرفون ما هو المجني عليه المجني عليه الشخص المضرور صاحب القضية ما يكون على علم فيها ممكن واحد يكون ساب بنا قبل شهر وما يعرف أو أن قاذ فن أو صار من عند ويكتشف لاحق أنها شيء ويعرف فبالتالي التاريخ يبتدي من تاريخ علم المجني عليه وليس من تاريخ وقوع الجريمة الثلاث شهر وإذا تجاوز الثلاث شهر ما لا لألحق لأن تسقط لها تسقط ومرور الزمن لكن هناك نقطة لا بد أن يوضحها هناك حالة إذا هناك اختلاف صار بين الشخص وبين المجني عليه أو بين الشخص الذي يحرق له دعوة هذه فالنيابة العامة في الحالة هذه تفصل تحقق مع المجني عليه وتشوف التاريخ الفعلي للعلم على مثال توضح الصورة أخلي مثالك سيد محمد بعد هذا لأن هناك فاصل محكومة فاصل فاصل ونرد ونكمل لأك كل أنا كل أنا مشاهدين الأعزاء بعد الفاصل سنكمل حديثنا عن جرائم الشكوى ونتعرف على بعض المبادئ القانونية الخاصة بها فخلكم ويانا فاصل بسيط ونرجع لكم مرة ثانية نحييكم مشاهدينا في برنامجكم المحامون أستاذ محمد مباشرة توجه لك لأن عندنا مبادئ فأتوجه لك بس في المثال لك أنت بغي تعطينا التوضيح في عجالة يعني على سبيل المثال أن الجريمة وقعت في تاريخ واحد واحد نعم راح المجني عليه اللي هو الشخص المتضرر اللي بيشتكي ليس المتضرر المجني عليه يختلف عن المتضرر المجني عليه إذا راح يشتكي راح يشتكى في تاريخ واحد أربعة بعد أربعة أشهر حين دخلتنا في شيء ثاني يا سيد محمد الشاكي والمتضرر نعم بس فهم الشاكي هو الشخص اللي قام بالشكوى المجني عليه اللي هو نفس الشاكي والمجني عليه هم واحد لا المتضرر لا المتضرر هذا أمر نحن نتكلم المتضرر قد يدخل في المسال المدنية نزيل واحد واحد حصلت الجريمة واحد أربعة راح سوى الشكوى نعم هو علم بهذه الشكوى من تاريخ واحد أربعة جاء المتهم ويقول لا هذا الشخص علم بالجريمة من واحد واحد إذا صار خلاف على أساس أنه يستفيد من موضوع المدة إذا صار خلاف النيابة العامة هي عليها عب الإثبات على أساس تحقق في هذا الشأن هذا بالمختصر المفيد نعم الآن هناك مبادئ قانونية جميلة في القضايا الجزائية نعم أنا أحاول أقرأ مبدأ وأتوجه لكم أنتم طبعا مشكورين بتوضيح بطلب توضيح يعني لأساد المشاهدي المبدأ الأول يقول أبدأ بك أستاذ محمد المواعيد المقرر لجرائم الشكوى لا تقبل الإنقطاع أو الإيقاف ولا يمتد المعاد المذكور بسبب عطلة رسمية نحن طبعا نعرف أن في بعض الأشياء في عطلة رسمية فأكون أول يوم ولا يمتد المعاد المذكور بسبب عطلة رسمية أو يضاف إليه معاد المسافة إلا أن يوم العلم بالجريمة ومرتكبها لا يحتسب ضمن المعاد المقرر لتقديم الشكوى صحيح هذه المكتدس فضل كقاعدة عامة نعم الثلاث تشهر هذه لا تقبل التمديد تحت أي ظرف من الظروف يعني إذا صادف يوم الجمعة صادف يوم إجازة لا يستوي مثلا يوم لا يستوي تسعين يوم ثلاث تشهر الذي عندك تحت أي ظرف من الظروف هذه لا تقبل التمديد كنت مريض كنت خارج الدولة ومجرد ما علمت بالجريمة وعرفت مرتكبها هذه الثلاث تشهر لا تمتد اليوم إجازة باشر بروح تحت أي ظرف من الظروف ثلاث تشهر فكس بكتج يعني أعتقد علة الموضوع هذا أستاذ محمد ومحمد أعتقد على أساس أنه عدم التوسع في استعمال الحق يعني أنت عندك حين حق معين تستعمل على أساس أنك أنت ما تطول الموضوع لأنه بالحفاظ مثل ما قلنا يعني هذه تكثر بين العوايل للحفاظ لا يكون بين أفراث العائلة أكيد نعم نحفاظ لدينا مبدأ آخر دكتور العبرة بجريان احتساب المدة في جرائم الشكوى نعم بعلم المجني عليه بنفسه وليس بعلم وكيله نعم طبعا هذا مبدأ جميل جدا في بعض الأحيان طبعا الوكيل يكون على علم بالموضوع نعم لكن المجني عليه لا يكون على علم فيه فبالتالي العبرة بعلم المجني عليه لأنه هو المضرور من الموضوع هذا ليس الوكيل مثل المثال الذي ذكرنا إذا كان نحامي مثلا علم وخبر موكله لاحقا لكن العبرة في علم المجني عليه وليس وكيله ممكن الوكيل يكون على علم قبلها فترة لكن لا يخبر موكله فبالتالي على الأساس مثل ما قلنا الرد لنظة البداية للحفاظ نعم من التاريخ الذي يعرف هو المجني عليه وليس من تاريخ وقوع الجريمة مثل ما قلنا نعم مبدأ آخر وجميل أعتقد وأطلب لأستاذ عائش أن جريمة الاهتداء على سلامة جسم الزوجة وأحداث إصابات بها للنيابة العامة رفع الدعوة الجزائية منها دون تقديم شكوى من المجني عليها مع أن بين أفراد العائلة نعم أنا ماسكة نفسي على فكرة من الصبح يعني عشان هذا الموضوع بذات لا تفضل يمكن أوضح الموضوع للسادة المشاهدين لا أريد أن يضج ولكن من باب العلم بالشيء أحسن على أساس لا يقولون أننا لم نكن نعرف هذا الموضوع طبعا هي بذات المسائل الزوجية بشكل خاص في حالة الاعتداء وطبعا في العادة التي يعتدي على الزوج يعني إذا هناك اعتداء يكون من الزوج فغالبية الأشخاص يعتقدون أن الزوج تم الاعتداء عليها جسديا أنها حرة إذا تفتح شكوى في مركز الشرطة أنها تعرضت لهذا الضرب أو هذا الاعتداء أو لا فكثير من حتى الأهل يقولون لها مثلا أنتو زوجك وبعيالك سالكم سنين عايشين مع بعض لا تشتكين وما أعلم كيف ففي نساء يمكن ما يشتكون في نساء يمكن يشتكون لأن يكون تكرر أكثر عن مرة الغلط أو اللبس الذي يحدث عند غالبية الأشخاص أن هذا الموضوع الزوجة بنفسها لازم تروح تشتكي وإذا ما اشتكت سقط حقها لا إذا في حد شهد هذا حتى لحد من أهل الزوج جدام شهد اعتداء الزوج على زوجته يحق لها أن النيابة العامة تحرك الدعوة من غير ما تشتكي الزوجة فقط إذا علمت بالشيء إذا أي من المقربين أو أي شهد هذه واقعة واقعة الاعتداء يجوز لأن يحرك مولدة عن الزوجة صاحب الشخص صاحب الحق نعم السيد محمد أعتقد عندك توظيف يعني هي بالمختصر المفيد مثل ما قال السيد آيشة أن الاعتداء على الزوجة ليست من جرائم الشكوى نعم لأن لماذا ذكرنا ضرب في جرائم الشكوى أي شيء خاص بالاعتداء لا في الحالات المنصوصة هي الحالات الأربعة فجريمة الاعتداء أنا إذا تسمحوني نرجع مرة ثانية لبعض الأسئلة عندي سؤال أعتقد سؤال ورد على تويتر أنت تخبرنا عنه برجع له بس عندي سؤال بوجه للدكتور دكتور إذا كان هناك تعارض بين مصلحة المجن عليه ومصلحة من يمثله قانونا نعم يعني أفرض أنه القيم الذي ذكر أستاذ محمد أو هو نفس المعتدي في هذه الحالة مجنة عليه أو خاصة إذا كان طفل وهذاك وصي عليه أو قيم عليه في حال الخلاف طبعا المادة 14 من قانون إجراءات الجزائية حلت المسألة هذه بحيث أن النيابة العامة هي تصبح صاحبة الشكوى يعني هي التي تحرك الشكوى هذه وذلك الحفاظ نعم في هذه الحالة النيابة هي التي تحرك نعم نعم لأن النيابة عليه بشكل عام يعني في الجرائم بشكل عام خلا نقول فبالتالي هي تصبح النيابة العامة هي التي تحرك هذه النوع من أنواع الشكوى يعني ممكن أي واحد يبلغ النيابة يخبرهم بهذا الموضوع مثلا في الحالة هذه يخبرهم بأن في كذا مثلا نعم في الحالة نعم بس كنت بتوجه لكم بقية الأسئلة لكن إذا تسمحوا لأطلع فاصل أخير وبسيط وأرجع لكم مشاهدين الكرام قبل أن نروح الفاصل الأخير أذكركم أنكم تقدرون تشاركون في برنامج المحامون عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ المحامون وفيسبوك دوتكم الضفرة تي في بعد ما تعرفنا على التشريعات والمبادئ القانونية راح نقدم أنا وستاذا المحامين أهلا وستهلا بكم مشاهدينا في الجزء الأخير من برنامج المحامون أستاذ عايشة كان ما تلسين تلومين ما يعطينا وقت تتكلمين اتفضلي عندي سؤال إذا تعدد المجني عليه ما حين تكلمنا طبعا المجني عليه والشاكي إذا تعدد المجني عليهم أو تعدد المتهمون يعني بدلا واحد مقابل واحد كم من واحد اعتدوا على واحد واحد اعتدى على كم من واحد في البيت أبو إذا ضربهم ونسبهم كلهم أو قال لهم كلام صح اللي بوضحة اللي في حات إذا مجموعة تعددت على مجموعة أخرى يعني مجموعة مجني عليهم هم اللي وقع عليهم الفعل والمجموعة اللي قامت بهذا الفعل اللي احنا نسميهم المتهمين خلينا أذكر زيد وعبيد وحميد تعرضوا للسب من مجموعة خلينا نقول سالم ومحمد وعبد الله قام زيت واشتكى على هالمجموعة اللي سبوهم يعتبر كان رفع الشكوى عن عبيد وحميد كأن كلهم اشتكوا يعني إذا اشتكوا واحد كان اشتكوا كلهم نعم في المقابل إذا كان المتهمين إذا قلنا سالم وعبد الله ومحمد واحد منهم رفعوا على واحد منهم يعني إذا مثلا ما قلنا زيد رفع كأن رفع عن الباجين ضد منه ضد مثلا سالم كأن رفع على سالم ومحمد وعبد الله على الثلاثة يعني يعني مو رفع الشكوى ضد واحد سقطت عن الباجين لا هو كأن رفع عنهم كلهم بالجملة سبهم وضربهم نعم يعني في شكوى في شقين هنا هنا في عندنا جريمتين مرتبطين في جريمتين جريمة السب وجريمة الضرب طبعا جريمة السب تدخل منظوم جراءة مشكوى نتكلمنا عنها اللي لازم الشخص نفسه أو يحركها نعم لكن الضرب مو شرط ينتظرون أنه لازم يشتكي نسبه عشان يقولون أنه بعد ضربهم هاي جريمة ونفصلة حتى لو أيحد تشهدها أو حركتها نيابة العامة تعتبر سارية في حكم يعني مو شرط أنه نوقف لأنه ما يقوم بنفس الشخص يرفع قضية شكوى يعني نيابة ممكن تحرك ممكن تحركها يعني مو شرط حتى لو كانت لاحقة لها يعني مو شرط أنه لازم أول شي أو يعني أن نسب وبعدين ضرب لا هذه بروحة وهذه بروحة أنه ما تسقط حتى لو غيال قال أنا لا أشتكل لأنهم سببوني ووقعة الضرب لا تنتهي لا تسقط تكون سارية سيد محمد نعم الآن هذه الدعوة الشكوى عرفنا مدتها وعرفنا تفاصيلها وإذا اعتدوا على بعض وآخرين كيف تنقضي كيف تنتهي هذه الدعوة نحن قلنا أول حالة من الحالات التي تنتهي بانتهاء المدة ثلاثة شهر إذا انتهت ثلاثة شهر المدة نعم تنتهي الحالة الثانية بوفاة المجني عليه وهنا يجب أن نفرق وفاة المجني عليه إذا المجني عليه بلغ طبعا يعني لو توفى بعد البلاغ ما تنقضي الدعوة الجزائية إذا توفى قبل البلاغ تنقضي الدعوة الجزائية تنتهي الحالة الثالثة التي هي التنازل والتنازل يعني ممكن أنه يتنازل في أي وقت أثناء التحقيق أثناء حكم محكمة أول درجة أو حتى أمام محكمة الاستعناف إذا شوي بتفصل التنازل السيد محمد إفرا مثلا هو قدم الشكوى ويتوفى تستمر أن يابصر هاي 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 إشكالية تحصل منهم يتنازل نعم هذه إشكالية تحصل إذا شخص فتح بلاغ توفل من له الحق في التنازل نعم طبعا هناك عدة مدارس فقهية ولكن يعني المدرسة المعتمدة أنه يجوز لأحد الورثة أي واحد من الورثة يتنازل حق لجميع الورثة أنه يتنازل عن يسري عليم واحد منهم يكفي في مدارس مختلفة تفضلت طبعا في مدارس بس اختصانا للوقت في جماعة يرون أنه يجب كل الورثة وفي جماعة يرون نحن العامل أحد الورثة يكفي في التنازل عندكم بعد هذا كله نصايح للشاكي أو المدني عليه أو اتقدمونا النصايح أكيد عندنا النصايح أبدأ في تكلمنا طبعا تكلمنا نحن عن التنازل مسألة التنازل فيها كثير من الأمور يعني ممكن أن الشخص يشفويا ويتنازل يقول أنا بتنازل عن الدعوة أو عن البلاغ لكن ممكن بعد فترة يقول لا أنا غيرت رأي أو غيره ما يكون جدام حد يعني ممكن يكون جدام الشخص نفسه فبالتالي نصيحتي أن التنازل لا بد أن يتم أمام كاتب العدل بحيث أن يتم تدوين هذا التنازل في محرر رسمي ويتم تقديمه للنيابة العامة بحيث أن يتم حفظه في ملفات الدعوة وعليه طبعا النيابة العامة تقوم بإعطاء قراره بانقضاء الدعوة فبالتالي لا بد أن يتم في محرر رسمي يعني أنا نصيحتي لأستاذ المشاهدين أن التنازل لا بد أن يتم أمام كاتب العدل ويمكن يتنازل في النيابة ويمكن يتنازل ممكن لا يوجد شكل معين لا يوجد شكل معين لكن يعني أنا أنصحهم أن يتم أمام كاتب العدل شكرا دكتور بس تتعلمنا الوقت تفضلي أستاذ عايشة أنا عندي نصيحة للمشاهدين أنه في حالة إذا تعرضوا لأحد جرائم الشكوى والذي طبعا قلناها خلال الحلقة ذكرناها أن الشكوى محددة بوقت معين فلازم أنهم يحددون يعني يقدمون شكوى في هذا الوقت لا يتراخون أن يقولون أننا لم نعرف المدة القانونية لأنه لا يوجد إنسان معذور بجالب القانون هذا أول شيء ثاني شيء أنهم لا يتراخون من ناحية أننا لا نحن نعمل وبعدين أو أنا مسافر وبعدين أقدم أنا فيه عنده مسالك قانوني يستطيع أن يوكل أهم شيء عندي أنهم يقدمون خلال الفترة المحددة نعم أنا أنتقل لك أستاذ محمد نصيحتك والتوصية تتفضل بها المسألة عندي متعلقة في أمرين الأمر الأول فيما يتعلق بالنسبة للنصائح أنا دائما أنصح أن الشكوى تكون في إطار كتابي أفضل من الشكوى الشفوية لأن تكون محددة المعالم هذا في شأن النصائح أتكلم في شأن التوصية أو أنا من وجهة نظري أعيب على القانون لكن قبل التوصية أستاذ محمد بالنسبة للشكوى التي تكون مكتوبة وإذا موقفة على شرط شيء أو تقول مثلا تتنازل إذا كذا هذه هذه التنازلات المعلقة على الشرط التنازل المعلقة على الشرط لا يقبل إلا إذا الشرط تحقق يعني على سبيل المثال يكون أنه أنا بتنازل إذا دفع لي مبلغ كذا هذا معلق على شرط هذا لا يقبل هذا التنازل إلا إذا تحقق هذا الشرط وبالتالي هذه المساء المنتهية أنا أتكلم في جزئية هامة في الموضوع أنا من وجهة نظري وما يعاب على هذا القانون في هذا الشق على هذا النص على النص أنه خلى للتنازل أنه أنا أقدر أتنازل لحين صدور حكم قبل صدور حكم نهائي وبات في حين أنه مثلا جرائم الشيك أنت حتى لو صدر حكم وكل شيء يحق لك التنازل حتى قبل تمام التنفيذ دين ما تنفذ نحن طالما مثل ما قال الدكتور علي أن هذه العلة في الخصوصية والمسائل المتعلقة في إطار الأسرة والشخصية هذه يا أخي ليش ما تخلي التنازل إلى حين تمام التنفيذ خلى يعني ما على شو تمام التنفيذ على سبيل المثال الآن سين من الناس اشتكى وصدر حكم علي أنا كطرف في الدعوة يا أخي بعد فترة شفت حكمه علي مثلا بسنة نعم العقوبة وايد أبغي تنازل أنا أشوف أن شهر كفاية ارتدع في هذه الحالة وفقا لهذا القانون ما قدر تنازل بمجرد ما تم خلاص صدر الحكم صدر الحكم خلاص ما قدر تنازل في حين نحن نتكلم عن مصلحة عائلة وأسرة ودرء المفسدة يعني أولى من جلب المنفعة يا أخي خلال التنازل يكون لحين تمام التنفيذ في بعض القضايا حتى مثل الشيك مثلا حتى بعد التنفيذ لماذا يا أخي في هذا النوع من القضايا ما دام عطيتها هذه الخصوصية في أن تكون من جرائم الشكوى وأن نياب العمى ما تقدر تحرك هذه الدعوة ومن تلقاء نفسه لماذا لا تعطي هذه الخصوصية في هذا الأمر فأنا هذا تعليق في هذه الجزئية نعم إذا في عندي وقت أو في عجالة والله ثلاثين ثانية ثلاثين ثانية نعم بس أبغي أعساس الناس تعرف الفرق الشكوى في أني أرفع دعوة مدنية مش مثل ما أنا الشكوى في أرفع دعوة جزائية الكثير يعتقد ويرطع في هذا الخطأ يعتقد أنه أنا لما أروح أرفع دعوة مدنية نعم كأنني أنا شكيت لا الدعوة المدنية لا تنتج أثرها في الدعوة الجزائية لازم تشتكي في الدعوة الجزائية نعم شكرا أستاذ محمد شكرا ما ما نظلوا لنا أي وقت نشكركم شكرا جزيلا أبدأ فيك أستاذ محمد أشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات وعلى التوصية وعلى النصيحة شكرا جزيلا لك أستاذ عايش أشكر جزيل الشكر على ما قدمتي اليوم أنتي والسادة زملة الدكتور طبعا لا بد أن أشكرك على هذه المعلومات شكرا جزيلا لكم مشاهدين الأعزاء وصلنا لنهاية هذه الحلقة تقدرون تتواصلون مع البرنامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق المحامون وفيسبوك دوت كوم ألدفرة تي بي نلقاكم بحول الله في موعد جديد بعد عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليوم والبركات وبيكون موضوعنا إن شاء الله عن الشيكات لكم أطيب التحية من زملائي في الستوديو الأستاذ محمد الربا والأستاذ عائشة الطنيجي والدكتور عفوا علي الجرمن ومني أنا محدثكم المحامي مختار غريب والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا جزيلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة